بالك دي برضو معلش برضو عشرين موضوع الضغط ده برضو بيفرق معاني شوية لانه احنا في سنة من السنين كنا زيك كده كنا بنقول لي احنا عايزين احنا كلاعيبي كنا بنلعب في الملعب يعني سعيدي ومانويل جوزي طلب من احنا نرجع كلنا لنص الملعب ماتش ده احنا كسبنا 2-0 بالطريقة دي بالاسلوب ده كان كل اللاعيبة بتروح على بركات او طريق السيد كان واقف عند بركات وانا لو كنت بعدي من ناحية اليمين وعمل اوبرا بوتريكا ومتعب ماتش الدور التاني بتدورت دور التاني اللي كان اه اتنين ستور في اول تلت ساعة فيعني انا اقصد اقول لك ايه ان في موضوع ان انت مش لازم انا مش اقصد ضغط عالي في النهاية انا اقصد ايه اه ان انا كمدير فني انا املك الحلول الكتير اللي انا نقدر اشتغل به انا اقصد ان الضغط مش شرط يكون ضغط عالي انت ممكن تعمل ضغط في وسط الملعب ممكن تلعب دفاع منطقة عادي بس انا ما سيفش طريق حمد يحضر من يعني الجيش كانوا بيعمله ايه هم بيلعبوا دفاع منطقة بس تسايبين طريق حمد يحضر براحته طول ما انت سايب طريق حمد يحضر ينزل يسقط انت عارف لو انت ضغطت على طريق حمد انت فصلت دفاع الزمالك عن هجومه النقطة الاولانية النقطة التانية انا هو بيعمل موقف اتنين على واحد زيزو والجناح اللي معاه حمزة المسلوسي الزهير اللي معاه بيعملوا الوفرلاب فبيعملوا اتنين على واحد قدام مين معلول النهاردة لو الجناح مرجعش لو انا مثلا لعبت بربعة اتنين تلاتة واحد والجناح مرجعش هتبقى مشكلة الحاجة التانية لو انت لعبت بتلات ارتكاز طب لو لعبنا بربعة تلاتة تلاتة لازم عمر السلية مثلا لو ارتكاز تالت يروح يرحل في الجابهة دي واعمل مسلسات لو لعبت بتلاتة اربعة تلاتة هتديني برضو افضلية ان مثلا حمد فتحي والسلية وديانج في وسط الملعب يبقى لازم السلية بقى مكلف بنحية جابها الشمال ولازم يبقى ديانج نحية اليمين نكمل برضو بقية الصور ده برضو دي اول حاجة ده بناء الهجمة تمام تعال نشوف الدربات السابتة نادي الزمالك خاطرين برضو في الدربات السابتة ده السيد بيس بتاعهم الدربة السابتة ازاي محمود علاء هم بيخدوا الفكرة مننا في المباراة القضية ممكن لما كان عمرو السلية وقف على الدايرة وبعدين بتتلعب فين جوه الستة هنا محمود علاء وقف بعيد خالص شايفه وقف فين اي لازم يتمسك محمود علاء والوينش تحديدا في الدربات السابتة هاتوا السورة اللي بعدها بص محمود علاء تلعبت له فين الكرة دي كانت جون بس جات جنب العرضة يعني مفروض ان هي جون لازم نخلي بالنا من محمود علاء في الدربات السابتة وقف عمرو السلية لو نفتكر هذا في القضية ممكن كنا احنا عملنا اللي هو على القريبة بس نفس الفكرة ومتجمعين وقفين وبعد كده هنا متحفزة فدي برضو مهمة جدا 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 نكمل ده بقى تعالى نشوف احنا كده شفنا بناء الهجمة شفنا الشكل الهجومي وتحولاتهم لل4-1-4-1 وشفنا ايه الدربات السابتة طب اسلوبهم الدفاع ازاي بيتحولوا ليه 4-4-2 في الحالة الدفاعية عشان كده بقوله حضرتك الزمالك وهو معك كرة شكل وهو مش معك كرة شكل تاني ادي ال4-4-2 زيزو بيرجع يرتد قدام حمزة المسلوسي بن شارئ بيرجع يمتد قدام احمد فتوح ودي ومصطفى فتحي او اوباما يعني انا بشوف ان اوباما هيبدأ لسبب مصطفى فتحي ما نجحش المطش اللي فات ليه لانه هو ادواره الدفاعية قليلة في طريقة لعبة 4-1-4-1 في اللي هي في الحالة الهجومية وفي الدفاع ما بياخدش الكرة التانية فعشان كده كارترون راح مطلعه وهو مستني اوباما يخش باي شكل عشان اوباما دفاعيا يعتبر اقوى من مصطفى فتحي كذلك زيزو هو بيرتد بن شارئ بيرتد هات الصورة اللي بعدها برضو نفس الشكل ادي الزمالك في الحالة الدفاعية على فكرة دي بتعمل مشكلة ان لو اوباما او مصطفى فتحي ما بيرجعش يدافع فبيبقى فيه مشكلة في حتة عمق الملعب عند نادي الزمالك واضحة لازم انا استغل الحتة دي من خلال سرعات افشا او مهارة افشا او بيرسيتاو مهم جدا ادي الاربعة اربعة اتنين الحالة الدفاعية بتاعة نادي الزمالك كمل الصورة اللي جاة دي بقى مهمة جدا 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 مشكلة الزمالك لما بيلعب كده محمود علاء عنده مشكلة واضحة فيه مصيات التسلل ما بيغطيش التسلل صح بصوا كلهم واقفين ازاي ادي فتوح ادي الوينش ادي محمود علاء ادي حمزة المسلوسي هنا دور عشان كده وجهة نظر ان محمد شريف لو بدأ اعتقد ان هو محمد شريف لسه في الهدف اللي فات قدر ان هو يكسر مصيات التسلل في الهدف اللي جابه محمد شريف عنده الميزة دي محمد شريف لو وقف او حسام حسن عنده ميزة كسر مصيات التسلل حيديك عمك هجومي حيعمل قلق لمين للوينش ومحمود علاء بصوا الكرة دي بصوا محمود علاء متأخر ازاي على فكرة الكرة دي تقرارك كتير او خد خطوطيل قدام افصايت افصايت على طول فمحمود علاء عنده مشكلة في الحتة دي لازم احنا نستغل النقطة دي للمساحات الموجودة ما بين محمود علاء وما بين الوينش والمساحات الموجودة في عمك الملعب عشان كده بقولت لحدك اي طريقة لعب انت مهم ان انت تكلف بالادوار الدفاعية انت هتدفع ازاي هتهاجم ازاي هتستغل الصغارات الموجودة عند نادي الزمالك ازاي فدي احد الصغارات الموجودة اللي هي عمك الملعب ليه لان مصطفى فتحي واباما دفاعيا مش قوي وبالتالي طريقة لعب كارترون بيحاول يغطيها بعودة امام عشور جنب طريق حامد فبتبقى الطريقة اللي هي 4-4-2 في الحالة الدفاعية مصطفى فتحي ما بيرجعش لورا او اوباما فبتبقى عمك الملعب فاضل يا منطقة الزون فورتين عشان كده انا شايف ان بيرسي تاو ان شاء الله ان شاء الله يكون واحد من نجوم المبارادي بازن الله لو قدر ان هو يستغل المساحة الموجودة في عمك الملعب كذلك محمد شريف او بيرسي تاو او اي حد سين الشحات اي حد يقدر يستغل المساحة اللي هي الموجودة ما بين محمود علاء والوينش ونستغل محمود علاء في حتة مصيط التسلل تمام